شكرا لكم الخلطة والمكونات عندي سهلة وبسيطة بس في تركات وتكات كده لازم تعملوها علشان تنجح معاكم الزيوت دي مش هي بس سبب النجاح وسبب تصحيح الشعر لا في عوامل تاني انا شرح لكم في اخر الفيديو اللي لازم تتابعيه علشان شعرك يرجع طبيعي وما يحصل لوش يعني يرجع زي شعر الطفولة كده ما يباشر متقصف ما ينزلش طبعا احنا عندنا نقص في كل الفيتامينات في كل المعادن وخاصة المتزوجات ونتيجة الحمل والرضاعة كل المعادن بتروح من جسمنا فالجانب الخلطة دي تقطري من شرب السويل تقطري من شرب المية تقطري من اكل الفواكه تقطري من تغضي ممكن حديد برشام علشان يزود نسبة الحديد عندنا المكونات عندي سهلة وبسيطة عندي زيت الياسمين وعندي زيت الزتون وعندي فيتامين اي وعندي زيت مرميريا وعندي زيت الفجل وعندي اللي من تحت ده اسمه فيش ايل لو هزيت السمك وده اهمهم ولو هتقدر تستعملوه بس انا استعملته ست مرات مرة كل اسبوع مع الخلطة بس ما كنتش هستعمله تاني لان ريحة ريحة سمك لو هتقدر تستعملوه وتشوفوا طريقة انهم تتخلصوا من ريحة السمك ياريت تقولولي المكونات عندي ده اسمه زيت الياسمين ده بيطول الشعر وبيدي ريحة للشعر الحلوة ده زيت الزتون بيرطب الشعر وبيرطب البشرة عمتا روعة طبعا حاجات ده اكيد هتلاقوه في مصد لو ما لقيتوهاش هتلاقوها عند العطار فيتامين اي ده فيتامين اي هتلاقوه في الصيدليات ده في فيتامين اي طبعا ما فيتامين اي روعة للبشرة والجلد عمتا زيت المرمرية بيجلل من تشابك الشعر وبيطول الشعر زيت الفجل بيجلل من الجشرة اللي في الراس وبيجلل من التشابك وبيصلح التقصفات روعة كلهم احلى من بعض انا استخدمت الوصفة بجالي ثلاث شهور حسب تغيير الروعة في شعري كنت ببكي 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 فعلا كل يوم على شعري خف ما كانش فيه نهائي كان فيه في مناطق كده مفى الشعر خالص ابتدى جيب نتيجة لشعري بنتي كان شعرها جاف على طول وهيج وكان بيتقصف من تحت والتشابكات كانت شديدة لما بتحطي بيجلل التشابك عند الاطفال نهائي التشابك بيجل فبيكون فيه سهولة في انك تصرحي شعر بنتي وبيطول شعرها وبينعمه زي ما انتم موجودة عندكم في الصورة دل بقت الصورة صورة شعر بنتي دل بقت المكونات عندي فيتامين اي بحط منه غطيين او تلاتة حسب ما انت بتحبي انا بحط غطيين في الخلطة هو مش هيدر دي زيوت كلها طبيعية ما فيش منها اي ضرر اه تاني حاجة بحط زيت الياسمين ده اللي هو بيطول الشعر واللي ريحة حلو في الشعر ده شعر بنتي موجودة عندكم في الشاشة بحط غطيين ده زيت الزتون بحط ثلاث غطيون او اكتر ده اللي بيعمل رطوبر الشعر وبينعم شعر الاطفال بيرطبه كده ما بيخلوش هايش اه ده زيت المرمرية بيفك التشابك وفي اه اه فوايد كتير للبشرة على فكرة ان شاء الله هعملكم فيديوهات لفوايد كل زيت للبشرة وللجسم وللشعر وكل حاجة اه ده زيت الفجل ده بيجلل من الجشرة اللي في الراس وبينعم الشعر وبيجلل اه التقصيفة اللي في الشعر وبيطول كمان يعني كل زيت من الزيت دي ليه فايدة للشعر كلهم لما تجمعوا مع بعض بيعملوا نتيجة روعة لشعرك بتاخذ الخليط وبتعمليه بتروجيه وبسبيه لمدة اسبوعين بعد الاسبوعين ان شاء الله بتستخدميه بقى يوميا على فروة راسك بتاخذ كمية على ايدك وبتعمل بيها مساج باطراف صوابعك اه من الزيت كل شوية تاخذ كمية وترحي تعمل على المساج وتاخذ كمية تاني وتكملي تفضل تعملي كده لمدة عشر دجايك على فروة راسك وبعد ما تخلصي اه المساج وتحطي على اطراف شعرك من تحت وعلى اطراف راسك من فوق على الشعر كله كامل يعني وبعدين تروحي اه تستعملي يوميا هو مش مادر ده اما الزيت ده اللي انا استخدمت معي الفيش اويل اللي موجودة قدامنا على الشاشة فوق اه ده اه محطتش فيه زيت الفيش اويل محطتش زيت الفيش اويل محطتش زيت الفيش اه ده روعة 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 اه عمل نتيجة فعالة انا استخدمته حوالي ست مرات مرة كل اسبوع بس بقول لكم لان انا متزوجة حاولت ان انا اودى ريحة السمك من شعري ما ينفعش فللمتزوجات لو هتقدر تستعمليه ياريت يكون افضل طبعا لانه افضل اه الزيت الموجودة اللي فيه وعبرا عن كابسولات من زيت السمك بتفضيها اه بتستخدم عشر كابسولات بتفضيها مع المكونات الزيت اللي عندي دي وتحطيها لراسك اه ياريت ما تستخدمه ياريت ياريت بس تشوفوا طريقة انك تودى ريحة السمك من شعركم ولو شفتوا طريقة ما تنسنوش ما تنسيش تقولولي اه لان انا محتاجة بصراحة الطريقة دي اه لان هو بيضيف اه لماعين وبيضيف نعومة وبيضيف حيوية للشعر روعة بصراحة روعة اه فيا رب اه الخلطة اه اول حاجة اه يعني لازم 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 اه تجلان من اه مكوة الشعر والاستشوار السخنة على الفروة ده بيضمر بصيلة الراس وبيضمر يعني بيعمل على جفاف الشعر وتكسيره اه الشعر بسرعة اه تاني حاجة لازم 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 تجلال من غسل الشعر ما يفعش تغسل كل يوم او كل او اربعة يام في الاسبوع الشعر يتغسل مرتين في الاسبوع مرة ببلسم ومرة بشامبو ويفضل ان يكون شامبو اطفال لاني معروف ان شامبوهات الاطفال اقل ضرر من الشامبوهات العادية بتاعت الكبار او اربعay حاجة بتغسل شعرك يفضل ان تتغسليأي اا 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 تجفافيه سوري تجفاففيه باااا susicar بارد اللي هو الهواء البارد وبعدين تسرحيه وياريت لما تجي تشاف فيه بفوطة ما تكونش فوطة خشنة تكون فوطة نعمة من القطن ولو وفضل ان يكون تشارتي قطنة عندك ابيض او الوان ويتليفي بشعرك وما تفركيش في شعرك تحطيه بس على شراسك ليمتص المياه اللي في راسك بعدين تشاف فيه بالاستشوار لو انت مستعجلة مش مستعجلة سيبيه ينشف ياخد وقته طبعا حاجة تسرحي شعرك بمشتي يكون واسع مش مشترفية والزيت طبعا تحطيه يوميا الزيت مهم للاطفال بيجلل من التشابك وزي ما انت شفتوا شعر بنتي ناعم طول الوقت دايما بحطولها لما اجي سرح لها شعرها بتطول شعر بنتي بطريقة سحر يعني وان شاء الله يارب تكون الوصفة تجربوها وتعجبكم وهدفتكم جدا 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 ولو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لو علشان يوصلكم مني بكل جديد وتقولوا لي لو انتم محتاجين اي وصفة محتاجين اي حاجة انا بنزل الوصفات اللي انا بجربها شخصيا معايا ومع بنتي علشان الاطفال واللي بتجيب فايدة انا هنزلها لكم من غير ما انت تدقلوا لي علشان الاطفال علشان الاطفال علشان الاطفال